أنتقل إلى شخصية أخرى أيضاً إلى صورة أخرى لأحد الشخصيات الرياضية خلينا نشوف أبو ذنون ما شايف اليوم بالنائب الثاني؟ ما شايف تصريحاته الأخيرة؟ أتمنى له شوية هدوء نعم كن راكز يعني والآن خلي الناس كون تودي له رسائل نصحه أنه الآن هو نائب رئيس الاتحاد المفروض يكون هادئ يخلي في نظر الاعتبار الآن هو مختلف عن كان لاعب أو نجم الآن إداري والإداري أو المدرب من يبدأ بعدما يخلص اللاعب يصير مدرب أو إداري رح يدخ خطواته الأولى يعني هو ليس ملمبي كل شيء يعني هو من يتكلم يعني لا يكون كلامه فقط هو الصح والباقين الخطأ فألي أتمنى له أنه يكسب خبرة حتى ممكن يستفيد منه وجهة نفرك حول التغيير يقول أنا مشرف منتخب وأريد يستافل ومعين يشتغل ويايا وأني من حقي أختار وأني أكون شرع أنا هو متفاجئ بهذا الطرح هذا الطرح ما الاتحاد يعني الآن أنا عضو الاتحاد وخلوني مشرف على المنتخب الأولمبي وجيت لقيت ثلاثة أربعة ما ارتاح لهم عدي مواقف قديمة وياهم والله أنا للمشرفة أطلحهم الكوادر كلها يجب أن تعرض رئيسي الاتحاد موجود وموجودين أعضاء الاتحاد كلهم وتعرض كلها وتعرض كل سيفي يعرض عن هذا هذا شواء كمساعدة مدربة كإداري مو أمزجة والله أنا أحب الأخ نور أجيب وياي أكره سين اللي هو كفوء ما أجيبه فراح أصير هنا العملية عملية مزاجية وعملية شخصية فأنا صراحة مضد هذا العمل ضد هذا نعم عموما يعني إحنا نتمنى المتفيق بكل الأحوال لكن هذه بالعكس هذه همية رسالة من أخ كبير ومدرب كبير لأحد اللاعبين السابقين اللي كان تحت إشرافه مننا لمفقين أنه بعض النصائح خلينا نشاهد